السلام عليكم و اهلا بكم مع درس جديد من دروس صف الاول اعداد في درسنا النهاردة بنتكلم عن الوسط الحسابي الوسط الحسابي نوع من انواع قياسات النزعة المركزية يعني ايه النزعة المركزية النزعة المركزية دي طريقة بنحلل بها البيانات بس بتهتم بالمركز اكتر من انواع قياسات النزعة المركزية دي اللي هي اول حاجة عندي الوسط الحسابي تاني حاجة عندي الوسيط تالت حاجة عندي المنوع فبيعني ايه الوسط الحسابي الوسط الحسابي مجموعة القيم قسمة عدد يعني كل اللي انا بعمله بجمع القيم كلها وبقسم على عدد فبيقولينا اوجد الوسط الحسابي للخمسة والحداشر فعشان نجيب الوسط الحسابي كل اللي بعمله بقوله خمسة زائد 11 وأنا كان عندكم 2 يبقى على 2 5 زائد 11 اللي هي 16 على 2 يعني معنى كده أن الوسط الحسابي بيساوي 8 ثاني سعر رقم 2 بيقول لنا هنا 5 أو 10 أو 12 عاوزين نجيب الوسط الحسابي الوسط الحسابي بيساوي مجموعة القيم اللي هي 5 زائد 10 زائد 12 قسمة عددها يبقى أنا عندي الناتج بيساوي 5 زائد 10 15 زائد 12 27 27 على 3 ومنها أن الوسط الحسابي بيساوي 9 ثاني بقول له 1 و 5 و 7 و 11 و 16 بقول له الوسط الحسابي مجموعة القيم اللي هو 1 زائد 5 زائد 7 زائد 11 زائد 16 قسمة عددهم إنه هم كانوا 5 فبقى أنا عندي 1 و 5 6 و 7 13 و 11 24 24 و 16 40 بقى الناتج عندي 40 على 5 ومنها أن الوسط الحسابي بيساوي 8 بقول لنا إذا كانت درجات بعض الطلاب في أحد الاختبارات هي 20 و 25 و 16 و 15 و 18 احسب الوسط الحسابي أو المتوسط الدرجات عشان نجيب المتوسط لدينا و 3 يبقى إنا أتفقنا أن الوسط الحسابي المتوسط الـ 2 زائد بعض البداية المتوسط عندي مجموعة القيم قسمة عدد اثنين اربعة وخمسة يبقى نقدر نقول عندنا عشرين زائد خمسة على عشرين زائد ستاشر زائد خمستاشر زائد طمانتاشر على خمسة يبقى الناتج عندي هيطلع اربعة وتسعين على خمسة اللي هو هنحوله لصورة عدد عشري يبقى طمانتاشر وتمانية من عشر يبقى نعمى عندي متوسط الدرجات بيساوي 18 و 8 من 10 درجات اتعلمنا في درس النهاردة مقيس النازع المركزية اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوان كلمنا عن الوسط الحسابي او المتوسط اللي هو مجموعة القيم و اسمة عدد و كي نكون انت حينة من درس النهاردة يارب تكونوا استفادتوا بي و انتظرونا في الدرس اللي جاء ان شاء الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته